فضيلة الشيخ يقول السائل لو كنت في مكان وأنا أسمع فيه بالأذان ولا أستطيع الذهاب للمسجد لعملي في الحراسة فهل يجب علي في هذه الحالة الأذان أم الإقامة مباشرة وما حكم من صلى بدون أذان وإقامة ما دم تسمع الأذان يكفي الأذان وتقيم الصلاة وتصلي لا تؤذن إلا لو أنك ما سمعت أذانا فتؤذن أما مدم تسمع الأذان يكفي نعم